قال رئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفي كلمته خلال الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة أضاف الرئيس المصري أن الجانب الإسرائيلي يعوق دخول المساعدات إلى غزة للضغط على القطاع وسكانه من أجل إطلاق سراح المحتجزين مصر أعبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم إنما الإجراءات التي تتم من الجانب الآخر من إسرائيل لكي نستطيع أن ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي التي تقديلها وهذا شكل من أشكال الضغط على القطاع وسكانه عشان موضوع السراع اللي بينهم على موضوع إطلاق الرهائن يعني هم بيستخدموا ده كوسيلة من وسائل الضغط على السكان